السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مليون مبروك للمنتخب التونسي بداية انطلاقة روعة اربع اهداف في الشوت التاني دايما لما مدير فني يبدأ بداية انطلاقة كده في تصفيات افريقيا والمتشاط دي كمان عاملها اعداد لكاس العالم دي بتبقى احسن التعادل او احسن الهزيمة التعادل الهزيمة تلاقي الصحافة بتكتب عليه تيال اعلامين بيقولك لا يا عم هتو مدرد تاني لما لما بتكسب وتكسب بنتيجة كبيرة الاداء هنتكلم على الاداء صراحة لكن النتيجة كبيرة ومكسب بتطمن يعني بيخلي اثناء المعسكر بتخلي تحرقاتك انت كمدير فني كويس اي حاجة عايز تفكر فيها للتطور ممكن تفكر فيها لكن دايما التعادل او الهزيمة لاي مدير فني بيبقى خايف المكسب طبعا بيدي ثقة تمام طيب الشوت الاول هو احسن حاجة لما يكون واحد عنده قرق وما بيعرفش ينام احسن حاجة انك تسجل نصيحة مني سجل على موبايلك الشوت الاول ما بين تونس وغنية الاسوائية سجل الشوت ده هينيمك احسن علاج للنوم اللي بيصهر وعنية عيني تبقى مفتاحة كده طول ليل ما بينمشي اتفرج على الشوت الاولاني النهاردة هتنام هتنام ما فيش اي حاجة في اي حاجة بصراحة غنية فريق عشوائي الجملة اللي انا كاتبها دي غنية فريق عشوائي كان سفر سفر النتيجة انا كاتبها ان فعلا فريق عشوائي اداء من منتخب تونس الشوت الاولاني عقيم جدا اداء قديم جدا الاداء عبارة عن اربعة وراء تلاتة وسط ملعب شبه بعض العيدوني وساسي وحنبعل التلاتة شبه بعض ما فيش اي حد فيهم بيعمل اي مفاجأة انه يروح بالكورة يزيد مع المهاجمين ويزودهم ويعمل لهم مساحات كويسة ما فيش خالص بيلعبوا العيدوني وساسي وحنبعل زي بعض اللعب كله كان ان فراس العربي هو عنده حلول والسلاتة ناحية الشمال عنده حلول هم ده تتلعب لفراس وانت بقى مع نفسك وتتلعب للسلاتة وانت مع نفسك طب ده اداء كويسة اداء كان سيئة جدا بدلين الماتش خلص الشوت الاولاني سفر سفر طيب الاعتماد على فراس والسلاتة على فكرة اللعب كويس والسلاتة طبعا نجم المباراة الاول لكن لما تجي تلعب مع فرع كبيرة المدافعين هيقبته السلاتة وهساب الطبعا هتعمل ايه بقى هتجيب جوان ازاي وهتوصل ازاي ما فيش اي حلول تانية مشكلة المغرب مبارح انا بتكلم مع الشوت الاولاني النهاردة المغرب مبارح اتغلب تلاتة بس كان عنده سرعة في اللعب عنده رتمه وكان بيوصل قدام منتخب امريكا انا ليه بتكلم كده لانك انت في كاس العالم مش هتقابل غنية الاستوائية هتقابل جبابرة فلازم يبقى عندك الرتم سريع لازم يبقى عندك البص سريع لازم يبقى عندك لعيبة بتكمل وتعرف ترجع النهاردة ما شفناش اي تكملة في الشوت الاولاني من وسط الملعب غنية ما فيهاش حاجة حلوة تقال عليها اعمال اتدور على اي حاجة اقولها حتى لو لقيت لعب مهاري كده اقول مثلا ده فيه لعب رقم كذا ما فيهاش حاجة حلوة تتقال ضيع الفرص النهاردة فرص غريبة كده بتضيع دليل على عدم جهزية اللعيب النهاردة انا شفت المباراة الشوت الاولاني فيه لعبها مش جهزة دي مصيبة واحنا بابداية موسم احنا في نهاية موسم ده فيه لعبها مش جهزة في الملعب دي غريبة برضو جدا المفروض انك منتخب تونس وصل كاس عالم انت وصلت كاس عالم المباراة دي احرج المدرب احرج الاعلام اعمل مباراة انا بتكلم على لعب التونس اعمل مباراة موت كل لعب لو احده يفكر كده هو نايم مبارح يقولك النهاردة فرصة ماتشا متشاف وعشان اسم يبقى محطوط في اول الكشف اللي يروح كاس العالم النهاردة هقال اللي عمل كده مين السليتي وطبعا المساكني اللي هو يعني مهارته وموهبته هي بتعمل الحلول الشوط الاولاني المنتخب تونس كان محتاج حد عنده حلول لما نزل في دقايق بسيطة المساكني سجل هدفين عشان عنده حلول اللعب دي البكش مال العيب كويس مش وحش يعني بس انت خايف اللي ما تلعب عكور اكتر من اربع كور حتى الهدف الاولاني الهدف الاولاني اللي السليتي جابه مفروض السليتي ما يجيبه شوق اللي يجيبه الكورة نزلاله كده وهو قدام الجون يروح مبصيها لبرة يعملها لبرة ده خوف لانها ما تقررتش مرة ولا اتنين ده اكتر من تلات اربع مرات طب انت لعب دولي ما تسجل يا عم انت خاف من ايه خايف ليه اتقررت كتير جدا دراجر اسناء المباراة انا كتبت والله قلت دراجر مش هو ده قال لي قوي دراجر وما فيش بعد ما كتبت كده لقيت خمس دقايق اطالع مصاب بعدم جهيزية عدم تركيز هنقول دي اول مباراة الاهداف الاخيرة دي قدت ثقة اكتر ان شاء الله للمنتخب التونسي لكن الاداء طوال المباراة من اول ديها الاخر ديها اداء ما يطمنش بس هنقول ان دي اول مباراة هنركز على الاربع اهداف اللي جمع الشوت التاني هنركز ان الفوز بيدي ثقة متنساش تعمل لايك للفيديو تشترك في القناة شكرا